وبهذه المناسبة السعيدة هنأ غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين ورئيس مجلس الرؤساء كنائس الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأسرة الأردنية الكبيرة بذكر استقلال المملكة الخامس والسبعين وقال يعترين الفخر ونحن نبارك للأردني وشعبه ذكر الاستقلال وهم الذين قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على وطنهم متحدين مسيحيين ومسلمين لرفعة بلدهم وحمايته وختم غبطته أدعو الله أن يحفظ الأردن وجيشه وأجهزته الأمنية وعلى رأسهم الوصي على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأن يبقى الأردن واحة الأمن والإطمئنان والسلام والمحبة والإخاء بين أفراد أسرته الأردنية الواحدة